والرئاسة بعد مسيرة سبعة عقود من العمل السياسي فكيف يمكن تقييم الارث السياسي للرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي وما أبرز العقبات أمام الرئيس المؤقت محمد الناصر وسط أجواء ترقب الانتخابات وهل شكلت وفاة قائد السبسي تهديدا جديدا لحزبه نداء تونس وهل ستحمل الانتخابات التشريعية والرئاسية الوشيكة أي مفاجآت للتونسيين مشاهدين السلام عليكم وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج تقدير موقف من الدوحة نناقش فيها المشهد السياسي التونسي بعد وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي قبل ثلاثة أشهر من نهاية عهدته نرحب أولا بضيوفنا هنا في السيديو الدوحة الدكتور أحمد القديدي رئيس الأكاديمية الأوروبية للعلاقات الدولية في باريس الدكتور نور الدين الميلادي رئيس قسم الأعلام في جامعة قطر ومعنا عبر الأقمار الاصطناعية من العاصمة التونسية الدكتور مولدي الأحمر أستاذ أعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا في معهد الدوحة للدراسات العليا أهلا بكم جميعا وقبل أن نبدأ النقاش نستعرض سياق وفاة الرئيس التونسي على أعتاب الانتخابات وأبرز ملامح عهده في التقرير التالي عن عمر يناهز الثالثة والتسعين يرحل أسن الزعماء العرب وفارس الصناديق الأوحد بينهم الانتقال بدى سلسا على غير العادة في المنطقة ربما لأن التجربة التونسية على إخفاقاتها المتعددة لا تزال تضم النجاح إلى الريادة فبرغم غياب المحكمة الدستورية جراء الخلاف السياسي المزمن تم تفعيل مواد الدستور الواضحة فيما يخص الشغور الدائم لرأس السلطة التنفيذية رئيس البرلمان يعتل السلطة لمدة لا تقل عن 45 يوما ولا تنيف عن التسعين متقاسما إياها مع رئيس الحكومة الذي يظل صاحب الصلاحيات الأكبر الثورة التونسية اختارت تفتيت السلطة التنفيذية في نظام شبه برلماني يحول دون ظهور بن علي جديد شائعة الرحيل التي انتشرت قبل شهر من حقيقته أثارت زوبعة سياسية توازت معها أعمال عنف إلا أن الساسة أثبتوا مجددا قدرتهم على تغليب العقلانية واحترام المؤسسات في سبيل اكتمال تجربة كان الراحل أحد أركان نجاحها ولا جدال وربما زهد المؤسسة العسكرية وابتعادها التاريخي عن السلطة لم يمنح عرابي الثورة المضادة فرصة رحل الشيخ على أعتاب انتخابات تحدد موعدها بشقيها البرلماني والرئاسي في أكتوبر ونوفمبر المقبلين وفي قلب أزمة سياسية لحزبه في برلمان فقد فيه أغلبيته لتنتقل إلى النهضة منافسه العتيد وشريك التوافق الفريد وتزامن ذلك أيضا مع انفلات السلطة من بين يديه بانقلاب تلميذه عليه وأزمة داخل مؤسسات الحزب الذي عانى من تدخلات لبن واتهامات المحسوبية ما أدى للتصدع على أن الباجي قائد السبسي الذي استهل نشاطه السياسي في خمسينيات القرن الماضي يصعب الحكم عليه بأحداث العام الأخير فالتاريخ لن ينسى كونه أحد الشيخين ورائد الديمقراطية ورجل الدولة العتيد أستاذ المواءمات وفنان الممكن الأحافظة على استقلال تونس وسلامة ترابها أبدأ معك دكتور أحمد القديدي بعملية جرد سريعة خلال خمس سنوات من مرحلة استثنائية في تونس أين وفق رئيس الراحل الباجي قائد السبسي؟ وأين خانه التوفيق؟ هو الليلة العهدة خمس سنوات تقريبا كملها يعني لسه بعض أسابيع فلو ننظر بصورة شمولية بدون أن ندخل في التفاصيل كان قائد السفينة التي وصلها إلى ميناء السلام واليوم هذا ظهر في جنازته الحقيقة أكثر مما ظهر في إنجازات حكومته أو الحكومات المتتالية التي تعاقبت في عهده فلمس التونسيون ولمس المحيطنا الإقليمي والدولي دولة ذات مؤسسات هذا أكبر تسب نعتقد أن الباجي قائد السبسي طبعا هو أحد عناصره المسامية فيه ليس وحده ولكنه عنصر أساسي فيه الاحتفاظ بمؤسسات دولة راسخة قوية قابلة كان يؤمن وبشدة في شك هو من مدرسة البردبية مدرسة البردبية تؤمن بهيبة الدولة هيبة الدولة العادلة التي لو كم مش عادلة ما تنشي تقع له جنازة من هالنوع فأقرب شيء إلى العدل هو حققوا بالاحتفاظ بالمؤسسات وأنا نعتبر الإدارة التونسية والمؤسسات التونسية هي التي فازت في هذه الثورة وربحت من ثورة 11 إلى اليوم لم ينقطع الماء لم تغلق البنوك لم ينقطع الكهرباء توصلت الدولة بكل مؤسساتها لم تنقطع الرواتب هذا لو كان نقارن رواحنا بعديد البلدان التي مرت بيئة الربيع العربي نلقى تونس وصلت إلى شاطئ النجاة هذا نعتبر الكسب الأكبر لو أنت سألتيني على الذي لم يوفق فيه وأنا نعرف رغبته وتحدثت معها هذه المرات كان يأمل أن يتبق استراتيجية طويلة لكن الخمس سنوات الحقيقة كانوا تحتكت سياسي وإقرار مؤسسات الدولة والحفاظ على الأمن لأننا ما ننساش أننا عنا جيراننا الأثنين بدرجات مختلفة طبعا الجزائر لسه ما فيهاش رئيس مستقر وفيها مظاهرات عدم استقرار يوميا وسبوعيا عدم استقرار في ليبيا وليبيا الوضع أخطر لأنه لسه ما ظهرتش فيه تدخلات عربية وإقليمية وأجنبية كثيرة في الجارة الليبي في هذا الظرف هل يمكن الجزم بأنه حقق أفضل ما أمكن فيما أتاحته الظروف الإقليمية بشكل خاص نعم نعم أعتقد لنا سياسيا الشعب التونسي يقول فيه جون دانيال أحد أخذيقاء بورديبة ولسه موجود ومدير مجالة النوفيل أبسيرفاتور هو هو اللي يسمى بورديبة مفترس الرجال لبون جوردام وهذه تنتبق شوي على الباجي الخيد السبسي لكن في معناها الإيجابي مش سلبي جون دانيال يقول صعب أن تحكم فيه من قبائل ومن من قسامات كبيرة بورديبة يسميها الديمون نوميد هل يطلع ساعة ساعة وطلع عنا في جانفي سبعين وطلع في جانفي أيضا أربعة وثمانين وفي الثورة اللي كانت انتفاضة هل لا يزال الشعب التونسي على هذه الشاكل اليوم؟ أعتقد أنه يأث من الفوضى لما تجيب شيء في الحقيقة ربما خروجهم في الجنازة بهذا الشكل بهذا الشكل أكد لما يمكن رسالة في هذا السياق دكتور نوردي الميلادي لابد أن نتطرق إلى الوضع الاقتصادي وهو ربما موت ألم ومعاناة التونسيين لسنوات الآن هل كان بإمكان الراحل الباجي قائد السبسي أفضل مما كان؟ هل كان بيده فعلا تحقيق أفضل مما أنجز؟ بداية أن أترحم على روح الرئيس السابق الباجي قائد السبسي وأعتقد أن جنازة اليوم هي تمثل شهادة ليس فقط من التونسيين ولكن شهادة كذلك من زعاماء عرب من زعاماء في المتوسط وكذلك حتى من زعاماء من دول أوروبية وأجنبية مختلفة لحظنا اليوم ماكرون يحضر ولحظنا ملك إسبانيا يحضر وكذلك الأمير دولة قطر الشيخ تميم وزعاماء آخرين فهذه شهادة حقيقة للرجل أنا أريد أن أضيف في ومضة سريعة ربما ببعض الإضاءات التي سوف تمثل صفحة مشرقة في تاريخ هذا الرجل إذا تحدثنا عن رجل قضى إلى ربه ثم هو ترك صفحة في تاريخ تونس الحديث نقول أنه حقق حقن الدماء انطلاقا من التوافق مع المعارضة وخاصة مع النهضة والتيار اليساري في مرحلة فارقة من الانتقال الديمقراطي وأعتقد أن لولا الخطوات التي اتخذها واتخذها غيره من الزعماء المعارضة ربما تونس كانت الآن في منعرج آخر ربما كانت لقدر الله في ما يحدث الآن في ليبيو ما إلى ذلك الأمر الثاني هو إنجاح التجربة الديمقراطية أعتقد أن الباجي قادي السبسي كذلك كان هو مفتاح من المفاتيح لا أزعم أنه هو الشخصية الأساسية ولكن إصراره في هذه المرحلة من العمر في هذه التجربة السياسية ربما نقول الثالثة لأن الباجي قادي السبسي كان عن تجربة قبل الاستقلال لما كان طالب في فرنسا وبعدين انتقل الحركة الدستويل تولى وزارة الداخلية والدفاع والخارجية ورئاسة مجلس النواب ولكن بعد الثورة كذلك ولكن أعتقد أن يعني الشغفه بأن تونس ستحول إلى مصاف الدول الديمقراطية هو كان مفتاح من المفاتيح وهذا صراحة يحسب له لكن إذا أخذنا من منظار آخر هل من الإمكان أفضل مما كان أنا أعتقد أن هناك أمور كان يمكن أن الباجي قادي السبسي لو لم يكن منشغل بالمطبخ السياسي كثيرا وأخذ على عاتقه الجانب التنموي والاقتصادي بالنسبة لهذه المرحلة أعتقد أنه كان يفعل فيه الكثير أنا أعتقد هنا هل كان ذلك من صلاحيات الرئيس حسب ما يسمح به وينص عليه الدستور هو لا شك أن السلطة التنفيذية هو هذا دورها بالأساس ولكن رئيس الدولة يمكن أن يساهم في يعني جلب الاستثمارات الأجنبية هو الذي يمثل دولة تونس لدى الخارج لا ننسى أن تونس نظمت مؤتمرا استثماريا دوليا كبيرا في نظمبر 2016 كثيرون تساءلوا لماذا لم يساهم في تحسين وضع الاقتصادي بسنوات التي تلت بمبادرة من دولة قطر وهذا يحشب لها هو أكيد يعني لا شك في أن كما ذكرت السلطة التنفيذية حقيقة قامت بمجهودات في هذا القبيل ولكن أنا أقول ربما رئيس الدولة كان يمكن يمسك بهذه العصة ويدفع بها إلى الأمام أنا أتوقع هذه سوف تحسب لي كذلك يعني في أمور أخرى تتعلق بما سمي بمحاسبة بعض الفاسدين من نوع أن نحن نعرف الآن أن هنا النفوذ المالي وما يسمى بالمال الفاسد صار نفوذ قوي جدا في تونس والطبقية صارت تتسح بشكل كبير جدا أتوقع رئيس الدولة يمكن أن يلعب دور كذلك في هذا رغم أن السلطة التنفيذية مرة أخرى هذا دور هل صانه عامل السن في بعض المواقف يعني بمعنى الطاقة التي تتطلب الحضور والمواكبة والأداء القوي إلى غير ذلك هل لعب هذا العامل دورا هو لا شك وهذا الذي شغله بأنه يهتم بالقضايا الكبرى وهي التوافق مع الفرقاء السياسيين إنجاح التجربة الديمقراطية يعني يحسب له أنه الأسبوع الماضي فقط هو وقع أو قبل أسبوعين وقع يعني الأمر بخصوص دعوة التونسيين إلى الانتخابات وبذلك هو وضع حدا فاصلا إلى إنجاح هذه التجربة الديمقراطية في محطتها القادمة والتي المفروض سوف تكون يعني في أكتوبر نصف 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 ستمبر الرئاسي ثم التشريعية في أكتوبر دكتور المولدي الأحمر وأنت في تونس يعني في المثائل الجدلية ماذا يقال عن إرث الراحل الباجي قاعد السبسي بشكل خاص أولا نترحم على وفاة رئيس الجمهورية وهذا حدث مهم جدا في تونس الآن وأعتقد أنه كحلقة من حلقات تقدير موقف أنها تتجه إلى تقدير الموقف وهذا الموقف هو وفاة رئيس الجمهورية وهو ما زال في السلطة بعد ثورة شعارها كان وضحت للاستبداد وأهم سؤال يعني يهتم به الملاحظون هو هذا الاختبار للمؤسسات التونسية التي وضعتها الثورة والجواب في بعد من أبعادها وهو البعد السياسي الدستوري المتعلق بتداول السلطة إلى حد اليوم وأظن أن هذا أصبح تقليدا هو أن المؤسسات التي وضعتها الثورة التونسية استجابت مع هذا الموقف واستطاعت أن تحل مشكل تداول السلطة ببساطة جدا وأعطت درسا أو هي أثبتت وحققت في الحقيقة يعني هدفا بدأ يسعى إليه التونسيون منذ منتصف القرن التاسع عشر وهو إدارة الشأن السياسي سلميا من خلال الدستير التي سنتها تونس فشلت في العديد من مراحلها ولكن بعد الثورة الآن نحن نرى أن الأمور تسير بشكل سلس ومؤسسات نحن سنقدر في هذه الحلقة أعتقد أن المؤسسات والأشخاص بالنسبة لسؤالك الأشخاص أظن أن رئيس الجمهورية السيد الباجي قائد السبسي قد أثبت في مرتين مرة عندما كان رئيس حكومة الأول بعد الثورة وعيد الثورة نعم أيوة أنه يقبل أنه يقبل بتداول السلطة وأنه سلم السلطة بسلس التجربة الثانية هي هذه التي نحن فيها واستطاع أن الجريدة الفرنسية لبيراسيون عنونة مقال كبير يعني إعلانا لوفاة الباجي قائد السبسي سمته لكيلي بغيست يعني لكيلي بغيست هو الشخص الذي يسير فوق الحبل ويحاول أن يحافظ على توازنه صحيح وأظن أنه الباجي قائد السبسي نجح في هذا إلى حد كبير دكتور أحمد القديدي كنا بصدد ما كان يرجو تحقيقه الراحل الباجي قائد السبسي ولم يستطع ربما أحيانا رغما عنه لذلك ربما سعى إلى تخال بعض التعديلات على فصول في الدستور ما يتعلق بشكل خاص بصلاحيات الرئيس وصلاحيات السلطة التنفيذية هل كان محقا في ذلك هل كانت له رؤية وفلسفة معينة تجعله محقا في هذا التوجه أنت سألت سؤال من شوية مهم جدا وأعطيه الآن بشكل آخر قل ماذا ما هو العنصر الذي خان أو عطل الباجي قيد السبسي في إحداث تغيير كبير ورسم استراتيجية لكي نسميه رجل التكتيكات الذي خانه ليس سن كان واعي لآخر أسابيع في حياته الذي خانه أكثر هو الدستور بدون شعور لماذا؟ لأن الدستور أعطى كل شيء لرئيس الحكومة ولذا حتى بعدم رضا الباجي قيد السبسي تواصلت الحكومة بشكل هذا كمثل ما يشاء رئيس الحكومة الذي عينه هو فنوع هذا من التناقض عطل العمل التنمية حتى يلمى المشاهدون ببعض التفاصيل ربما كان إعادة تشكيل للحكومة مؤخرا أو تغيير تغيير بعض الوجو والوزراء تم بمعزل عن الرئيس وكان ذلك بالنسبة إليه مؤلما وغير مقبول هل كان ذلك ربما من أهم العوامل المحفزة والتي تبرر الإقدام على تعديل بعض فصول أنا أعتقد أنه ضروري هو الخمس سنوات هذه في عمر الشعوب ليس مدة طويلة نحن نعتبرها تست اختبار تست واختبار للدستور ماذا قدم الدستور هو حتى دواء لو تنسيبوا في البلاد ويظهر فيه عيوب أو عيوب أو أثار أثار جانبية أما تسحبوا الفرماسي سنترال السيدلية المرتزية أو يبدلونه ترتيبته الدستور نفس الشيء هذا اللي درسناه نحن عند أساتذتنا في السربون ممكن تتغير بعض الفصول للتوازن بين السلطات ما تخليش الرئيس يقولوله أي أنت عندك الدفاع والسياسة الخارجية برد برأسك معاهم هذوم يولي هو يعمل مجلس أمن قومي وفمناس وحكومة موازية للحكومة الأخرى وهذا مشحيح سنرى أن هذه الخطوة ستنتهي بغياب الرئيس الراحل باجي قيد سبسي أمس ينظى فيها قدما ربما مع أجوه أخرى سيفرزوا المشهد السياسي القادم يحاول أن نمر بسرعة على الأسف الوقت لا يسمح بأكثر من هذا دكتور نوردي الميلادي في علاقاته مع النهضة أين وصلت هذه العلاقة ما النقطة التي توقفت فيها خاصة وأن آخر شعار أو آخر عبارة رسخت في أذهان التونسين هي الطلاق مع النهضة وهو الطلاق الذي لم يؤكده الطرف الآخر النهضة هل العلاقة كانت بذلك السوء وهي الآن بذات السوء أنا أعتقد أن قبل وفاته فعلا وصلت علاقته بقيادات النهضة إلى نقطة اللارجعة هذا ما ربما يؤكده كل الملاحظين حتى لو لم تؤكده بعض الدوائر في النهضة وهذا طبعا أثر على علاقة النهضة بحزب نداء تونس وهو تشضى إلى شقوق مختلفة ولكن كذلك هذا ما كان له إنعكاس في توجه النهضة نحو دعم حزب معين يتمثل في يوسف الشاهد أو ربما في المستقبل أحزاب أخرى فأعتقد أن اللحظة الفارقة كانت لما توجهت النهضة في دعمها بشكل استراتيجي ليوسف الشاهد ربما سوف يكون مرشحها أو مرشحها للانتخابات الرئاسية ربما ولكن طبعا قضية نبيل القروي وقضية موضوع نسمة كذلك كان عندها تداعياتها في المشهد السياسي التونسي هذا يفرض سؤال دكتور مولدي الأحمر عن عدم توقيع الرئيس راحل باجي قيد السبسي على التعديلات على القانون الانتخابي يعني رحل ولم يوقع على هذه التعديلات وترك هذا علامات استفهم كبيرة على ما سيكون وقعه على الانتخابات القادمة برأيك ماذا كانت دوافعه مسألت أن رئيس الجمهورية يجب أن تكون لديه صلاحيات كبيرة لكي يقوم بشؤون السلطة أظن أنها تدخل في ثقافة الشخصنة هناك توزيع سلط ولا فائدة في الاعتقاد بأنه هذا الشخص هو الوحيد الذي يستطيع أن يقوم بذلك رئيس الحكومة أو غيره النقطة الثانية في موضوع علاقته بالنهضة لا أعتقد في السياسة أن هناك طلاق الموجود في السياسة هو ما هو ممكن وكلمة ما هو ممكن تتناقض مع الطلاق لأن الطلاق نفي للممكن ونخرج من هذا التمثل للسياسة الذي يروجه الكثير باختصار شديد لمعنى السياسة الآن في سؤالك الدقيق أنا لا أعرف إن كان رئيس الدولة رفض الإنضاء أو أنه لم يقل أحد أنه رفض هو لم يوقع بكل بساطة دكتور مولدي لا أدري إلى حد الآن إلى حد الآن ليس هناك تفسير رسمي ومقبول وواضح ومقنع لسبب عدم عدم إمضاء هذا يعني رفضه لمبدأ الإقصاء في المطلق هل كان ربما دافع الحقيقي المقنع شوف اليوم خالد شوكات كتب على صفحته خبرا مثيرا قال بأنه أنه وقع على العفو على نعم عفو عن المساجين نعم قرأنا ذلك بالفعل لا ما كتبه ما كتبه هو أنه سأل إن كان هناك قانون يجب أن ينضيه فقدم له هذا لا أدري ماذا يقصد شوكات بماذا يوحي ولكن على كل حال يعني في الأيام القادمة سنعرف ذلك وأظن أنه التونسيون قادرين أهم شيء هو على أن يواصلوا المسار ويجدوا له حلولا إن دستورية أو سياسية ولا يمكننا أن نتفرق في هذا الوقت العصيب دكتور أحمد القديدي لا يمكن أن نتقدم في هذا النقاش دون تطرق إلى قانون أو مشروع قانون المساواة في الميراث نحاول أن نمر عليه باختصار شديد إن أمكن هذا المشروع لم يناقج داخل البرلمان ولم تتم المصادقة عليه أيضا ما هو مصيره مصير هذا القانون هو المصير الدستوري إذا ما وافقوش عليه اللجان وما تعداش للجلسة العامة للموافقة يعتبر أنه سقط في الماء هو في الحقيقة ما فيه أولوية قصوى في هذا القانون الحياة كانت ماشية واللي عندهم رغبة باش يورث بنته كان بالنسبة إلي رهان كبير صحي كان يرغب فعلا ويتمنى أن ينجح ينجح في تمريره بالتبقات الشعبية الكل سمعنا أصوات في اليومين الأخيرين بعد وفاته تقول أنه أفضل شكل لتكريم روح وذكرى الرئيس المجيقات السبسي هو ودات بوشماوي وغيرها هل سيتم الموضيف بالفعل تتوقع والله هو ما ظهر لي شي وصع نادى بوشماوي ونادى بشرة بالله حاجة حميدة قال لهم هاي وصيتي بالله يبلغوها للناس أنا منها أتقدشة ورايهم شخصي هذه الأصوات التي سمعناها ربما هناك أصوات أخرى لم يطح لها أن تتحدث أمام وسائل العالم فقط هالاثنين هذوما قالوا ربما ربما تكون هذه رغبته مادم هو عبر عليه هو حي موجود ولبس عليه وفي تمام وعيه قال أنه ما عندناش علاقة كبيرة بشؤون القرآن والآيات وكذا قاله في خطاب نهار 13 أوت وما يلام عليه بالنسبة الكثير من الشرايح الشعبية أنا يقول الشعب التونسي ما عندنش علاقات ننطلق من واقع من واقع مجتمعنا ومكانت المراقع فيه تعطيب سريع منك إلى سمع أنا أردت أن أقول أن المرأة في تونس تحظى بمكانة كبيرة جدا على كل المسلوات وإذا قارنناها بدول عربية أخرى حتى لو أخذنا في السياق الغربي وجود المرأة التونسية في الدولة على الوزارات وكذلك في البرلمان في مراحل متقدمة جدا المرأة التونسية في مصاف الدول المتقدمة هنا أردت أن أقول أن هذه المسألة هي صراحة مفتعلة وأنا في رأي لا ينبغي أن يشغل الرأي العام بالتونسي بكذا قضايا هي تبعده عن القضايا الحيوية ومتعلقة بالتنمية ومتعلقة بالشغل ومتعلقة بقضايا الشباب الحياتية واليومية جدا أنا في رأيي بعض وسائل الأعلام وكذلك بعض الناشطات اللي هم خارجين السياق نعتبرهم في المجتمع التونسي يريد أن يلهو المجد أن الرأي العام التونسي بقضايا لا تنفعنا في هذه المرحلة من الانتقال الديمقراطي فلذلك أنا أرى أن البرلمان هو الذي وهي السلطة التشريعية وهو الذي سوف يحسب مثل كذا قضية إن كان الميرض هو أي قضية أخرى يمكن أن تطرأ في قادم الأيام نستكمل نقاشنا حول المشهد السياسي التونسي بعد وفاة رئيس الباجي قائد السبسي بعد فاصل قصير أرجو أن تبقوا معنا أهلا بكم من جديد مشاهدينا وهذه الحلقة من تقدير موقف نناقش فيها المشهد السياسي التونسي بعد وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي دكتور نور دين ميلادي رغم هشاشة الظرف السياسي وغياب مؤسسات دستورية بالغة الأهمية العالم كله راقب كيف تم تمرير السلطة إلى رئيس البرلمان محمد الناصر بسلاسة متناهية تقريبا لم نشهد مثلها على الأقل على مستوى المنطقة ما الذي جعلها ممكنة وبتلك السلاسة أعتقد أن الوعي السياسي المتقدم لدى الطبقة السياسية في تونس وصل إلى مرحلة آنف آنف أعتقادي أنها تستوعب محتوى الدستور وتحتكم إلى الدستور رغم غياب المحكمة الدستورية اللي يمكن كانت تكون غيابها كبير جدا في هذا الانتقال من رئيس إلى رئيس ولكن والحمد الله نحن شهدنا خلال ست ساعات فقط 10 و 25 دقيقة حسب ما أعلن توفي الفقيد قايد السبسي بعد ذلك بست ساعات بالضبط تم الإعلان على تعيين رئيس جديد مؤقت للجمهورية إذن أعتقد أن غياب المحكمة الدستورية لم يكن عائقا إنما الدستور كوثيقة احتكمها الهجي وإحترمها الجميع وقدسها الجميع إذن أظن في المستقبل التحدي المهم أنا في اعتقادي بالنسبة للرئيس الجديد هو إنجاح المرحلة انتخابية القادمة وضمان أن ما توصل إليه قايد السبسي يتواصل بعد وفاته وهي الاستحقاق الانتخابي القادم 15 سبتمبر الرئاسية نهاية أكتوبر البرلمانية أو التشريعية أنا أعتقد هناك تحديات أخرى لا شك هو الجوانب الأمنية نحن طبعا آخر شهر ستة شاهدنا حدث إرهابي اهتزت له تونس لم يؤثر والحمد الله في الجوانب الاقتصادية ولا حتى في السياحة ولم يؤثر في الأطرسية ولا في المسار الديمقراطي ولكن رمزيتهم مهمة جدا في تلك المرحلة ولعل الذين خططوا لذلك سواء كان بدافع أجنبي أو بدافع داخلي كانوا يريدون ربما وعد التجربة الديمقراطية والاستحقاق الديمقراطي القادم إذن السلطة التونسية في هذه المرحلة وعلى رأسها الرئيس الجديد هي في واقع الأمر يعني على رأس مهمة خطيرة جدا وهو استثباب الأمن وتحقيق الأمن والأمان لكل التجربة أعطنا في الحقيقة دكتور ميلادي إلى حيثيات ما سمي بالخميس الأسود دكتور أحمد القديدي تلك العمليات الإرهابية تزامنت مع وعكة طارئة صحية أصابت الرئيس وأصابت تونسينا بالهلع من سيناريو شبح الفراغ أنا ذاك هل كان هذا الخوف مبرراً في ذلك اليوم؟ ما في شك نحن الشعب التونسي مر بتثير من المحطات الإرهابية الحمد لله كلها متنش خطيرة مع عداء ثنيد هذه كباردو ومتاع سوسة اللي ماتوا فيها سواح بريطانيين نزل الإمبريال ولكن الآن أعتقد أن هشام الفوراتي وزير الداخلية ماستر يعني هو ابن الوزارة من قديم ماستر الأمن وهذا شيء أساسي وأنت سألت ليلى على الأشياء الضرورية لقدام محمد الناصر أنا أعتقد أنه التوقيع على القانون لم يوقع فيه الرئيس وهو التعديلات على القانون الانتخاب ما في شك الدستور يقول اللهم أننا نخلفوه يقول أن رئيس من صلحيات الرئيس المؤقت لا مش من صلحياته من ضرورياته واجب عليه أنه يوقع لها القانون تعتقد أنه سيفعل إذا تنفهمت الدستور أساتف الدستور القانوني أحق مني بالتفسير سيوقع ما في شك والنوليه ناخذ الدستور من جوانب ونتخلىه على جوانب أخرى انتقائية في التعاطي مع النصوص الدستورية دكتور مولدي الأحمر كأنه يريد أن يعاقب تفضل دكتور في رأيي هناك سببان يفسران هذه السلاسة واحد سبب الأول أن نموذج السياسي الذي يختط في السلطة والمستبد أصبح مكروها في تونس ولا أمل له ولا مستقبل له وهناك قيم تشكلت بعد انهيار نظام بن علي بحيث تصد وتخيف كل مغامر يريد أن يصل إلى السلطة أصبح مكروها هذا النموذج ولذلك الجميع يستقيم أمام الدستور السبب الثاني تاريخي قديم الدولة التونسية قديمة ولاحظي أن سواء المرحوم البجي قيد سبسي أو الرئيس الجديد محمد الناصر عندهم على الأقل كل واحدة أربعين ستين سنة عمل في الدولة بن خلدون عنده جملة رائعة في خصوص هؤلاء السياسيين يقول هؤلاء طبختهم الدولة ما معنى طبختهم الدولة يعني زرعت في أذهانهم وفي وعيهم الالتزام بمطاف جوهر الدولة وهو مضمونة وأن تكون واضعة مستمرة محمد الناصر الرئيس المؤقت ينطبق عليه هذا الوصف يعني كثيرون كثيرون صنفوا هذا التصنيف يعني هو من رجالات تقريبا دولة بورقيبة نعم إذن لا خوفة معالى تونس في الفترة التي سيتولى فيها هو الرئاسة المؤقتة لا خوفة هو رجل أولا هو مثقف رجل مثقف جدا هو دكتور دكتور في القانون الاجتماعي اجتماعي صحيح وخدم مع بورقيبة وخدم أظن مع ابن علي ورجل يحب العلم وحداثي وملتزم بالدولة وليست له تموحات شخصية دكتور مولدي أستغل كونك في تونس وتتابع النقاشات بكل ما فيها السلبي والإيجابي ونحاول أن نتطرق إلى أمال التونسيين كما إلى مخاوفهم الرئيس الراحل باجي قيد السبسي التقى منذ فترة منذ الوعكة الصحية الأولى بوزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي أكثر من مرة هذه اللقاءات قرئت على أوجه مختلفة القراءة الأقرب لمعنى ومغزى هذه اللقاءات ما هي أولا هناك يعني الحدث هناك طائرة ليبية دخلت إلى الأجواء التونسية وهذا مسألة تهم أمن تونس من الخارج ووزارة الدفاع هي التي كانت معنية بهذا الأمر ومن الطبيعي جدا أن يظهر مع وزير الدفاع ولكن أراد أيضا أن يعطي رسالة بأن الدولة مستمرة والرئيس موجود الآن المؤولون تعرفي في هذه الظروف تصبح تأويلات عديدة وهي ليست مجرد تأويلات تخمينات هي آمال هناك ربما من يميل إلى شخصية السيد وزير الدفاع هناك من يميل إلى شخصيات أخرى ولكن التونسيون يجمعون على أن السيد محمد الناصر هو رجل رسين ورزين ومثقف وطبخته الدولة كما يقول ابن خلدون وسيقوم بمهمته حسب الدستور دكتور رحمد القديدي سأعود لك دكتور مولدي إذا سمعت الانتخابات قالت عفوا باختصار فضل باختصار قالت بأن السيد محمد الناصر قال لهم لا أستطيع أن لا يجب أن لن أزيد يوما واحدا بعد التسعين يوما التي ينص عليها الدستور بالفعل على ذكر الانتخابات دكتور رحمد القديدي ما الحكمة ما الفكرة من وراء تقديم موعد الانتخابات بشكل عام والرئاسية بشكل خاص الرئاسية الدور الأول منها يفترض أن ينطلق يوم الخامس عشر من سبتمبر يعني فترة وجيزة جدا تفصيلنا عن ذلك الموعد لماذا اختير هذا التاريخ لأنه يفرض الدستور يقول لك الذي سوف يقوم بمهام رئيس الجمهورية من خمسة واربعين يوم إلى تسعين يوم ما أتثرش وهو نفسه قال ما زيدش نهار هو الله خير كان يحب يزيد نهارات مش محقول فينا من هالعقلية علي أن أترجم لمشاهدين نعم اللحجة تنسي لو يضيف على التسعين يوم أيام أخرى نصبح يعني زي الجمهورية الموز الخوف من أن تتعارض لا لا تتعارض الانتخابات الرئاسية وانطلاقها مع نهاية الحملة حملة الانتخابات التشريعية هل يطرح بعض نقاط الاستفهام ربما أو يحدث بعض الخلط في المشاكل السياسي لا لا تماما واضحة يوم 15 سبتمبر يجب أن يكون على رأس الدولة رئيس يختاره الشعب وبعد مفتره طبعا الانتخابات التشريعية اللي هما السلطتات على ذكر على ذكر الأحزاب دكتور نوردي الميلادي وفاة الرئيس الراحل الباجي قيد السبسي يعني لا توجد وفاة مفاجئة يعني هذه هي الأقدار وهذه أجال البشر ولكن بالنسبة لحزب نداء تونس وهو الذي أسسه وهذا الحزب المأزوم أصلا هل تسبب له هذه الوفاة مزيدا ربما من الانقسامات مزيد من المشاكل داخله هو لا شك يعني الباجي قيد السبسي كان هو الشخصية الكاريزمية باستحقاق لقيادة هذا الحزب وهو الذي أسسه مع محمد الناصر محمد الناصر كان هو يعني شقيقه في 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 هذه القاطرة قاطرة داء تونس يعني أتوقع التشضي هو حصل قبل وفاة البرحوم يعني نسى الله والرحمة إذن ظهور ظهور حزب تحية تونس وبعدين ظهور حزب عبير موسي هو في واقع الأمر يعني مظاهر هذا التشضي ضمن ما نمكن نسميه بالعائلة الدستورية يعني نحن نأمل أن لا تقع تشضياته الأخرى لأن المشهد التونسي لا يحتمل هو الآن حقيقة إذا نظرنا المشهد خلال الانتخابات الجاية وأنا أردت أن أعقب على الدكتور أحمد القديدي أن المشهد يختلف تماما لأن في الانتخابات الماضية 2014 يعني على الأقل معظم الأحساب هي عندها تشكلات وتكتلات واضحة والترشيحات بالنسبة للرئاسيات كانت أقرب إلى الوضوح منها إلى الآن الآن مثلا النهضة لا يبدو أنها عندها مرشح واضح أو هي أعلنت عن مرشح واضح بعض الأحساب على ذكر النهضة وهذا خبر طازج يعني قبيل الجنازة بيوم واحد عبد الكريم الهاروني وهو رئيس مجلس شورى النهضة في حديث خاص لأحدى وسائل العلام لم يستبعد تقديم رشد الغنوشي الترشيح حول الانتخابات الرئاسية بعدما كان الجواب والترجيح هو لا تحت سطور عديدة هل هذا التغيير في البوصلة وارد هذا يمكن أن ينتظر من أي حزب على فكرة أنا في اعتقادي هذا ربما يكون مفاجئ للبعض ولكن في العمل السياسي لا ينبغي أن يكون هذا مفاجئ لأن يبدو أن النهضة وضع استثناء أو البعض وضع لها استثناء دون غيرها أن لا يكون لها رئيس للبرلمان من وضع لهذا الحديث على الصحف على وسائل الإعلام يبدو يتجه في هذا الاتجاه أن زعيم مثل الراشد الغنوشي بكبر ينبغي أن يدعم الشباب حتى تفضلت بالحديث عن الحراك هناك انتقادات كبيرة في الفترة الماضية حول ربما سحب بعض الأسماء من الشباب من قوائم الترشيحات للانتخابات التجارية القادمة رغم أن الانتخابات القاعدية هي أفضتها فهذه انتقادات وجهة وكثير منها انتقادات صحيحة إذن المشهد يمكن أن يحتمل أي شيء ترشح رجل الغنوس لقائمة تونس 1 بالنسبة الانتخابات التشريعية ويمكن كذلك أن ترشح النهضة الانتخابات الرئاسية أي تغيير محتملة مرتبطة بالضرورة بوفاة رئيس الباجي قايد السبسي أم لا هي ما أتوقع أنها مرتبطة ولكن أتوقع وفاته في هذه المرحلة قبل الانتخابات أتوقع أنها سوف أربكة المشهد السياسي أنا في اعتقادي وقادم الأيام سوف تظهر لنا ربما تشكلات من ناحية الجبهات وما إلى ذلك اليمكن أنها تبين مشهد مختلف على ذكر تشكلات جديدة دكتور المولدي الأحمر بخصوص حزب نداء تونس هناك شيء ربما وجداني لا يفسر بالضرورة بالمنطق هل يمكن أن تخلق وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي شيء ربما من الحنين أو حتى الشعور بالذنب ممن تركوا الحزب وذهبوا إلى أحزاب أخرى في إطار ما يسمى بالسياحة الحزبية ويعود إلى حضن الحزب أو ربما يجتمع في إطار ما يصطلح على تسميته بالعائلة الوسطية الحدثية التقدمية في تونس سواء كان مشروع تونس أو تحية تونس أو نداء تونس أو ما شكلها من الأحزاب التي تتبنى ذات البرنامج وذات الرؤية والمنهج هل هذا وارد في قادم الأيام في رأي أنه صعب هناك نداء تونس نداء تونس بني على زعامة الباجي قايد السبسي الباجي قايد السبسي رحمة الله عليه والحزب في حياتي الباجي قايد السبسي انفجر إلى خمسة أحزاب أنا أظن أنه ربما هناك من يلتحق بحزب رئيس الحكومة يوسف الشاهد تحية نجل نجل الراح الباجي قايد السبسي ابنه حافظ قايد السبسي هل إشكال في شخصيته تحديدا شوف هناك الكثير من من غادر الحزب ثم رجع إليه ثم غادره ثم الآن فكر في العودة إليه خلال مرض الرئيس لا تبنى الأحزاب هكذا الأحزاب تبنى على هزمة من الأفكار الرئيسية والتزام بتحقيقها وإخلاق عالية في متابعتها إذا وضعنا هذه الإرهاصات وهذا التنقل المستمر في إطار تجربة ديمقراطية وليدة جديدة عليها أن تعيش كل أو تجرب كل شيء هل يمكن أن نرى شيئا مختلفا في نهاية المطاف داخل هذا الحزب وعلى رأس هذا الحزب قبيل الانتخابات التشريعية المقبلة وحتى رئيسية طبعا الوقت ضيق يعني نحن مقبلون على انتخابات رئيسية وانتخابات تشريعية والحزب يمر بأصعب ظروفه فلا أظن خارج فرضية حزب تحية تونس لا أعتقد أن يعني منطقيا أنا الآن يعني أقوم بالتحليل وحاول أن أكون موضوعيا صعب جدا أن يستطيع الحزب أن يعني يتعامل مع هذه المرحلة بكفاءة صعب دكتور أحمد القديدي اللهضة ستستمر في دعم يوسف الشاهد وحزبه تحية تونس كثيرون يعتقدون أن دعمها له كان من نوع المكايدة والمناكفة للرئيس الراحل باجي قيد السبسي وربما يتغير هذا الموقف مع رحيل الرجل أتيت سوف يتغير وسوف تأتي معطيات أخرى أنا أهم هو الجواب على سؤالة ليلى أن هالشقوق الأحزاب التي انفجرت خلت الرأي العام في أغلبه أنا أعتقد بدون ما نشوف السبر الأراء وغيره يفقد ثقة في الأحزاب التي تكون كتلة وحدة وعندها مبادئ وحدة وبرنامج وحدة وبعد هذا مثال الشارق وفي مرجوق مثال غرب والأخر من عشوين وفي بالحاج من عشوين يعني الشعب ولا ما عادش يهمها الحاجات هذه اللي موجودة في البلاتوات بتاعة الفتنة كل ليلة وهم يتحدثوا على هذا أما فيما يخص إمكانية الترشح أو ترشيح راجد الغنوشي للرئاسة لا أعتقد أن هذه من طموحاته هما يحبوا هو سماه العصفور النادر العصفور ربما في الصح ما زال ولا ولا جنحيه ما زال ما يكملوش بش يحط على النهضة ولكن أعتقد أن ترشح للتشريعية هو نوع من قطع التريق على نفسه بإراته هو على ترشيح هل وجد هذا العصفور النادر ولم يسمى إلى حد الآن أم لازال البحث جاريا عنه في كثير من العصفر تشوفوا كثيرا من العصفير التي تحوم حول النهضة وحول غير النهضة والله أعلم حقيقة دكتور نوردي الميلادي حتى نختم الانتخابات القادمة الرئاسية والتشريعية هل يتوقع أن تحمل أي مفاجآت للتونسيين المشهد السياسي لا زال يتفاعل وأنا أعتقد أن الكتل الموجودة الآن سواء كانت في شكل تحية تونس أو الآن الحركة النهضة والتكتلات الأخرى الحزب المبادرة حركة تونس المرزوقي وعبد الاروف العيادي وكذلك التكتلات أخرى خاصة المستقلين أعتقد هذه لا زالت أنا في اعتباري تتفاعل ما هو واضح الآن هو على الأقل المشهد فيما يتعلق بالتشريعية أما بالنسبة للرئاسيات يمكن أن تحدث مفاجآت وأنا لا أستغرب المفاجآت أنا لا أستغرب أن تترشح قيادات من النهضة أو حتى يعني رئيس حزب النهضة بنفسه راشد الغنوشي ولا أعتقد أنه ينبغي أن يكون هناك استثناء لأي تونسي أن يرشح نفسه لهذا الاستحقاق الانتخابي إذن المفاجآت أنا في اعتباري كما نعرف السياسة هي الممكن وكما حدث في فرنسا مفاجآت ماكرون في بريطانيا مفاجآت أخرى وما إلى ذلك يمكن أن تحدث مفاجآت من تونس وتخرج زعامات في هذا الحراك الذي سوف نشهده في قادم الأيام لكن أعتقد أن الصمام الأمان في هذا الأمر هو الوعي السياسي والرائع الذي وصلت له الطبقة السياسية بغض النظر عما يحدث الآن والمجتمع المدني والمجتمع المدني نفسه كما تفضلت يعني بغض النظر عما يحدث يعني ربما في الكواليس أو حتى في البرامج التلفزية على الشاشات التلفزية التونسية من عراق سياسي مو حراق سياسي عراق سياسي ولكن أعتقد أن التوسيين وصلوا إلى مرحلة متقدمة جدا من نواع الديمقراطي وهذا في حد ذاته يحسب للجميع دكتور مولدي الأحمر هل سيستمر التوافق في تونس في المشهد السياسي الذي ستفرز الانتخابات المقبلة وهل تونس بالفعل لا تزال بحاجة إلى تسويات قبل كل شيء أظن أن الأستاذ راشد الغنوشي يشتغل على فرضية أن يترشح ولكن لديه عقب داخل حزبه ولدي حزبه تقدير بأنه قد لا يكون توافقي وإذا ما لم ينجح تكون الخسائر كبيرة عند حزب النهضة بعد 2019 لذلك ممكن باللهجة الشرقية في حيس بيس من هذا الموضوع الآن يعني هناك الوسط الذي يحاول أن يبني نفسه في غياب أو في ضعف حزب ندا تونس والآن الشخصيات التي من المتوقع أن تدخل على رهان الترشح لرئاسة الجمهورية أظن أنها ما زالت ممسكة بنفسها ولا تريد أن تتقدم ولكن وفاة رئيس الجمهورية ستجبرها في الأسبوع القادم مثلا على دكتور موردي هذه الطموحات هل يمكن أن نتعرف على بعض الأسماء بشكل واضح فيه احتمالات أنه يقبل الزبيدي ولكن لازم أن يكون هناك من يرشح وزير وزير الدفاع هناك احتمالات أنه نجيب الشابي يفكر وهو دائما يفكر في ذلك وأعتقد أنه رجل يعني دفع الكثير من حياته من أجل تونس ولكنه ربما لم يحسن استغلال كل هذا العمل هناك أشخاص آخرين ربما النهضة تبحث على عصفور نادر فلا تجده فيصبح العصفور المرحلة المقبلة ستفصح عن أسرارها بلا شك كل ما أقوله هنا هو تخمين فقط شكرا لحضوركم نعم سنعود إلى شأن التونسي قريبا بمناسبة الانتخابات التي لم يبقى عليها الكثير في الختام مشاهدين لا يسعون أن أشكر ضيوفي هنا في سوديو الدوحة الدكتور أحمد القديدي رئيس الأكاديمية الأوروبية للعلاقات الدولية في باريس الدكتور نوردين الميلادي رئيس قسم العلام في جامعة قطر وعبر الأقمار الاصطناعية من العاصمة التونسية أشكر الدكتور مولدي الأحمر الذي جاء من العليا والشكر موصول لكم شكرا لمتابعتكم أترككم مع بعض المقتطفات لأبرز ما تفضل به ضيوفنا في هذه الحلقة هذه تحية لكم أينما قد لمس تونسيون ولمس المحيطنا الإقليمي والدولي دولة ذات مؤسسات هذا أكبر كسب نعتقد أن الباجي قيد السلسي طبعا هو أحد عناصر المساهمين فيه وليس وحد لو لم يكن منشغل بالمطبخ السياسي كثيرا وأخذ على عاتقه الجانب التنموي والاقتصادي بالنسبة لهذه المرحلة أعتقد أنه كان يفعل فيه الكثير في موضوع علاقته بالنهضة لا أعتقد في السياسة أن هناك طلاق الموجود في السياسة هو ما هو ممكن فيما يخص إمكانية ترشح أو ترشيح راشد الغنوشي للرئاسة لا أعتقد أن هذه من طموحاته ما هو واضح الآن هو على الأقل المشهد فيما يتعلق بالتشريعية أما بالنسبة للرئاسيات يمكن أن تحدث مفاجآت والحزب في حياتي الباجي قيد السبسي انفجر إلى خمسة أحساب أنا أظن أنه ربما هناك من يلتحق بحزب رئيس الحكومة يوسف الشاهد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر